طيب خليني أروح لك المنطقة ثالثة أو مختلفة لا هذه عاشرة عاشرة يلا طيب فعل ثوري حيث تلحمت أمال وطنوحات الإنسان في الكويت والإنسان العربي الموجود في العراق الذي أخذ مبادرة تحرير الإنسان وتحرير الإنسان في أي بقعة أرادها من هذا الوطن الكبير طبعا شك أنه سيوجد أن عجلة أو عقارب الزمن بدأت تتحرك باتجاه تحرير الإنسان من أجل السيطرة على ثرواته ومن أجل خلق مستقبل رائع لكل الأطفال ومن أجل خلق بقعة وطن تشمق بها الإرادة طبعا قصة مسافر عبد الكريم قصة طويلة وقديمة ويمكن فيها حساسية وانتهت من ثلاثين سنة لكن نحن مستغربين منه أنه كيف عادت إلى السطح من جديد وصار الحديث فيها كبير ويصدر بيان من النيابة الكويتية ما الذي أعاد القصة إلى السطح من جديد شوف صديقي الدفاع عن هذا الذي شهدته قضية خاسرة وكما أشرت أن البحث عن ما وراء هذه القضية هو القضية التي يجب أن تعرف في حقيقة يجب أن تدركها لعبت المساومات ولعبت الأهواء والكراهية في هذا الموضوع دورا فاعلا والانتهازية الوطنية أيضا كانت وراء السؤال الذي أشرت إليه مسافر عاش في الكويت حياته كلها ولد في الكويت الابتدائية والروضة والثنوية والجامعة في الكويت التمثيل في الكويت كذا عملوا ضابط ولبسوا عقيد وجعلوه وطول عمر كان يكره صدام حسين وبالمناسبة هو من جماعة إسماعيل فهد إسماعيل وأكثر يساري واليساريين كان دم دروسهم صدام حسين لكن الظروف التي أشرنا إليها واحتجاز زوجة وأطفالها والخلاف الذي بين وبين أحد رجالات العراق الذين جاءوا سفروا بسببه ثم جاءوا إلى الكويت فانتقموا منه وانتهى الموضوع لكن من ثلاثين سنة انتهى الموضوع لكن المتاجرة والانتهازية هي التي أعادته وأنا لا أدري ثلاثين سنة وانتقم منه شر الانتقام قطع وضربر بالرصاص وقص لسانة وألقي به في القمامة وانتهى أخذ عقابة ما الذي يريد هؤلاء الذين يتاجرون بهذه القضية ماذا أكثر من هذا لا الموضوع مو متاجرة وشيء من المن الذي قطع لسانه وقتلوا مين معروف وكلنا نعرفه ولا نريد أن نفعل قضية ونقول هذا لأنه هو جبان ولا يريد أن يجعل من نفسه مطل ويقول أنا ذا ها أنا ذا أنا قالوا لواحد من استغفرهم لا أريد أن يجعل الموضوع ولا نريد أن نذهب لحقوق الإنسان ولا نريد أن نعيد التحقيق نقول مات ومضى من ثلاثين سنة وأخذ ما لا يستحق لكن الذين يتاجرون بهذا الكلام عليهم أن يكفوا عليهم أن يكفوا انتهى الموضوع ثلاثين سنة بس أنت ما زلت دافع عنه النيابة حاسمت الموضوع أنه هذا الرجل الموضوع ليس في النيابة لأن حفيد تمسكينة دائما تضطهد ويقال حفيدة فلان وهي ظاهر لها نشاط سياسي واجتماعي فرفعت قضية الذين رفعت عليهم القضية هم الذين ذهبوا إلى النيابة وجمعوا بعض الأشخاص وواحد منهم من الشهود أنا أعرف أنه لا يستطيع أن يراك وأنت بينه وبين متر يقول أنا من بيتي شفت صدام قاعد شي سمونه مسافر قاعد في السيارة وهو لا يعرف ثلاث خطوات لأنه يكاد يكون ضريرا فأكاذيب أكاذيب كثير قيلت يعني شف أنت الآن النيابة النيابة ليست اختصاص قالت أنه مسافر بالأدلة وبالشهادات ما جابوا أدلة كل اللي جابوا قالوا أدلة أنت شفت يا خالي شفنا في الفيديو هذا اللي شفنا سيدي ما في أدلة كل الكلام حشي دعم أدلة وشهود الشهود يكفونك الشهود عندك يعني شهود أنت لا ترمي لبرامة الصلاة قبل شوية شافوا بالتلفزيون وأنا قلت لك الذي في التلفزيون قضية خاسرة لأنه ما شافه والذي موراءها وأنا قلت بالتلفزيون في الكويت أن الذي حدث لهذا الرجل أنه اضطهد هو وعائلته وجابه شاهد كويتي شافا وهو يضرب مواطن كويتي جاء الآن شفت يضرب ويجلد أمامي يعني الآن ناس وكلين أهم هل حيث ما عليها 30 سنة ما الذي يراد من إثارتها هؤلاء الذين اجرحوا للنيابة وقدموا ما النصر العظيم الذي يريدون أن يحققه وحافظت أنه تاريخ البلد أنه هذا الرجل تعاون مع قوات الاحتلال بإرادته الحرة هذا الذي أرادوه هذا النيابة ليس الأرادوه النيابة جهة في الكويت مصدقة ومستقلة إذا أنت أمنت بهذا ومؤمن بها كحقيقة مؤمن بالنيابة الكويتية خلاص أنا أشأة أقول لك يعني لا أنا ناقشك ما عندي رد إيش أرد أشأة أقول لك أنا لا أعرف هذا ليس شأن النيابة هذا قضية ما لها علاقة في النيابة والشهود الذين جاء بهم عملية كيدية ليس إلا لأنه الدمش سيكذب الشهود عفوا سيكذب الشهود لماذا نشكك بنزاهات الناس والله شوف أقول لك شغلة شيء واحد أنا متأكد منه عبد الله إن عائلة هذا الإنسان المكونة على الأقل من مئة إنسان إلى هذه اللحظة يعانون كثير من المشاكل اللا إنسانية بسببه الآن تجي هذه القضية تزيد المشاكل أكثر فبارك الله فيهم للنيابة قالت كلام كويس قالت أنه نحن نتكلم عن شخص عائلته يعني كان كلامها مرة واضح أنه يعني عائلته ليس لهم علاقة في هذا هذا الموضوع ولا تزر وزرة وزرة أخرى طيب طب ما الذي تريد أن تصل إليه من إثارة هذا الموضوع أنا يهمني أسعى رأيك يعني أنا قلت لك ثلاثين سنة وكان يكره صدام وكان رجلا يساريا وعاش في الكويت وولد في الكويت وتربى في الكويت ولم يكن عقيدا في الجيش ولا ولا ولكن في الأيام التي وفي اليوم الأول كسر مكان يبيع سلاح ووزع سلاح بشهادة جاسم النبهان لكن في اليوم الثاني جاء شخص كان على عداء معه وألقى عليه القبض هو وعائلته وبالتالي عذب ووضع تحت تأخيرات معينة فقال الذي قال الذي لا يريد أن يصدق هذه لا يصدقها ويصدق غيرها ويظل إلى أبد الآبدين يشتم مسافر عبد الكريم وهذا من حق سنسوي اشتركوا في القناة